السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بل للا فتيحة من اجادير اهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته احفظك يا ربي كريم فتيحة بنتي مشيت عن طبيب سمولتي اه مشيت عنده مشكوش التحاليل قليما عندك ولا لا اله الا الله مناش كتخاف يا فتيحة اكيش دنيدك الخوف كيجيني بعض مرات فيشيت كيفش حواجة خيبة ولا شي الحفظ دنيدك في قاب والخوف الخلعاء في الخلعاء ذا بك مادر وكنت ترعت في الخلعاء بالسلام الله يحفظك بنتي الله يشافك ما يكون عندك بسة بنتي ما يكون عندك بس الله يشافك وعندى التلفريف وعندى الاحلام كاحلي بالمقلاب الساف ليلى هيل الله ما يكون عندك بسة بنتي فتيحة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله هذه النفس البشرية التي خلقها المولى عز وجل فيها من الأسرار الشيء الكثير ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها مر سماذا النفس الأمار بسوء ومر سماذا النفس اللوامة ومر سماذا النفس المطمئنة وربنا عز وجل بشر بأن كل مؤمن أن رب سوف ينجيه من الخوف والحزن المؤمنون الله تعالى يجعل لهم ستارا وحاجزا بين شعور الخوف والحزن لأن أخطر المشاعر السلبية التي تهدم الكيان البشري تصير كالمعول مثل المطرقة التي تخرب البنيان هو مشاعر الخوف ومشاعر الحزن الحزن يكون على الماضي والخوف يكون من المستقبل بنتي فتحة هاتش اللي قلق عليك ده بلآن كتقول عندي من مزوي ومشي من مزوي هو الخوف كيعطي العصاب في المعدة وكتشعر بالمعدة كتقطع ولا غير خوف وقد يأتيك في الصدر الصدر يضيق كان شعر بأن الصدر يضيق هدا والبطن ديالي يجيني بحالة خاوي في بومزوي بحالة هناك طرقات وضربات وكان شعر بالفكر الغير المنقطع الذي يسول لي بأن هناك خطر سوف يقع إما موت إما خراب إما فقر إما اعتداء إما اغتصاب الله أعلم خوف هذا الشعور كله بنتي فتحة هو ممكن أن نختزله بأنه مجرد وسوسع شيطانيا لأن المؤمنون لا يخافون إلا من الله لا يخاف من المستقبل ولا يخاف على مصير أولاده ولا يخاف على مصير وظيفته ولا يخاف من أي شيء لأن الله تعالى بشرنا فقال لا خوف عليهم ولا يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أما ما يقع لك هذا تسمتي بأنه خوف بومزوي قلق ضيق الصدر هذا كله عنده كلمة واحدة أنت عندك الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس حقيقة الوسواس هي أفكار ظلامية أفكار مدمرة أفكار لها كلها سوداوية لما تدور بدهن الإنسان وتتسرب إلى عقله وفؤاده فإنه يشعر بضيق الصدر صدره كيضيق وكيبغي يهرب من الناس ويغلق عليه الباب ويتفع عليه الضوء ويتخبى تحت المنطة ويظن بأنه فلت من العذاب بالعكس عاد كيتعدى بكتر مليك يسد عليه الباب ويغلق عليه النوافذ ويتخبى تحت العبانة ويبعد من الناس عاد كينفارد به الوسواس الخناس كيقول بلآن انفردت بكا وجئت بين يدي وكيبدي وسوس له كيعطي أسوأ التوقعات إما أنه عنده مشروع تجاري كيقول لي سوف يصاب بالكساد إما عنده شرزيق كيقول لي غادي تديه لك إما عنده شيء مسألة في المحكامة كيقول لي غادي يحكمه عليك بالإعدام إما غادي تزوج كيقول لي قفرتها ما غا تطفروش إما فيما تقول لا إلا وكيشوف أفكار سودوية كل هذا بنتك تسمى وسوس لأن المؤمن والمؤمنة وعد من الله أن مع نشوى الحزن نهائيا لماذا نحزن الماضي مضى ولن يعود أبدا ولماذا نخاف والخوف مرتبط من المستقبل والمستقبل غيب مؤمل نحن لسنا إلا اللحظة اللحظة نائش في أمان الله وحفظ الله سمعت قبل ابنتي لما قرأنا سورة طارق ماذا قال ربنا عز وجل يبشرون قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ انتهى لش أن خاف نفسي وجسمي وكل كياني عليه حافظ من السماء أنا لن أحتاج إلى جارتكور ولن أحتاج إلى كاميرا مراقبة أرصد بها كل من اتبعني أو يؤديني أنا لست محتاجا إلى حتى شركة تأمين وأمن بها حياتي ومستقبلي لا أحتاج لشيء من ذلك لماذا لأن الله تعالى تكفل الله تعالى الخالق البارئ المصور تكفل بكل شيء إن كل نفس لما عليها حافظ علاجك يا بنتي فتحة أولا عليك بتلاوة سورة الشرح تسمى سورة الشرح وتسمى الإن شرح ألم نشرح لك صدرك كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كلفه الله بالرسالة وكان الحمل تقيل وكانك يبغي يهرب كي يبغي يمشي تحت المالطة وتخبى فمدق للقرآن الكريم يا أيها المدثر قم قم تأنذر وربك فكبر والثيمك فطهر يا محمد لم ننزل عليك القرآن ونأمرك بالتبليغ لكي تدخل إلى بيتك وتغلق عليك الأبواب والنوافد وتخبى تحت المالطة لا يا أيها المدثر قم قم تأنذر فكان النبي الكريم يقوم بأعباء الدهواء لكنه يتلقى العذاب ويتلقى القيل والقال ويتلقى الشتم فكان يضيق صدره وكيشعر بالخوف وكيشعر بالحزن وكيشعر بالأذى مشاعر تركمت عليه وهو نبي فقال لربنا عز وجل يا محمد لا تخف هاتش كله احنا غنبروك منه فربنا عز وجل لمسح على ظهره في وقاعة ما يسمى بشق الصدر لما جاءه الملكان فأضجعه ونزع من قلبه حد الشيطان فنزل قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الوزر الذي أنقض الظهر كاسمه بالفرنسية لوفاغدو اللي هو يأتقل الذي يكاد يتعب عمودك الفقري الإنسان غالي كأنه جرم على الحمل تقيل دي السنين طويلة ومديدة كم من واحدة ما غالك يتمقل من المكان المكان ويحمل معه حقيبة أحزانه وهي فقيلة كله وضع فقرسه كدقى دائما متعطأ الرأس كله جرم فكتافه كدقى دائما عموده الفقري مقوس وكل دائما في الصدر دياله كدقى صدره منقبض هذاك لم يحتاج إلى الطبيب نفسي هذاك يحتاج أن يتخلص من حقيبة أحزانه التي يحملها معه أينما حل وارتحل كي يسافر في عطلة وكي يديه معاه والعطلة كتخلص دي فالسو ما كي يستمتعش بها كيمشي المعروض عند العائلة والحباب في مناسبة سائدة وكي يديها معاه وكي يرجع من ذاك الحفل اللي هو بهيش كي يرجع مكتئب ومخاصم ومقطع الصلاة والرحم مع الناس مشكلته أنه يحمل معه حقيبة أحزانه إما في صدره أو فوق ظهره أينما حل وارتحل تخلص منها طريقة تخلص أنك تقرأ دوماً وبتأمل وتدبر وتفكر صورة الشرح بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أسأل الله الكريم يا بنت فتيحة أن يحفظك من الخوف ومن الحزن ومن ممزوي ركله دغير وسواس خناس اقرأي قل هو الله وحده المعودتين قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسبس في صدور الناس من الجنة والناس فإنه خناس لك تقريها كأنك تقرعه كأنك ترجمه كما يرجم الحجاج الجمرات الثلاث اقرأيها ثلاث مرات في الصباح والمساء وتكتشفي أبنتي فتيحة بأنك كان عندك الأوهام ما عندك لا خوف رحمة الله واسعة رزقه كثير وغدا يصبحه وغدا يفتح ولو قعد شي مشكلة قاع في المحكام ربي غدا يفرجها وتكبرت وتكبرت وتصار اشتدي أزمة فانفريجي قد أسأل الله تعالى أن يفرج عننا وعنك وعن جميع المسلمين والمسلمات آمين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة شكرا